السيسي يوجه بضرورة ضمان أعلى معايير السلامة والأمان في مشروعات الدولة بالقطاع النووي بعد انتهاء جولات التفاوض بواشنطن الخارجية تعلن توقيع الاتفاق النهائي لسد النهضة قبل نهاية فبراير رئيس الحكومة التونسية المكلف يقدم اليوم تشكيلة حكومته إلى رئيس الجمهورية الخامسة صباحاً الثالثة بتوقيت جرانيتش موجز إخباري أتيكم من القاهرة أهلاً بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ضمان أعلى معايير السلامة والأمان وفق المعايير الدولية في المشروعات المستقبلية للدولة بالقطاع النووي جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء ووزير الكهرباء ورئيس هيئة المحطات النووية حيث أكد المتحدث باسم رئيسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي شدد على أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر على نحو يدعم خطط التنمية كما أوجه الرئيس السيسي بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار اختتمت في واشنطن جوالات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا حول عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة وقالت وزارة الخارجية في بيان أن المفاوضات تطرقت لقواعي تشغيل السد والتعامل مع حالات الجفاف فضلا عن آلية ملزمة لفضل أي نزاعات وأشارة الوزارة إلى أن الجانب الأمريكي بمشاركة البنك الدولي يعمل على بلورة الاتفاق وعرضه على الدول الثلاث لتوقيعه قبل نهاية شهر فبراير الجاني هذا وعربت مصر عن تقديرها البالغ لجهود الإدارة الأمريكية خاصة وزير الخزانة كذلك البنك الدولي في التواصل لهذا الاتفاق الشامل يقدم رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ اليوم تشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد كان رئيس الجمهورية قد كلف الفخفاخ في العشرين من يناير الماضي بتشكيل الحكومة بعد رفض البرلمان منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي وأجرى الفخفاخ العديد من المشاورات لتشكيل الحكومة التونسية واقترح وثيقة المرجعية لبرنامج الحكومة وتبينت ردود أفعال الأحزاب والحركات التونسية تجاهها بين التفاعل والتحذير والاعتذار يلتقي رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اليوم المستشارة الألمانية أنجلا ميركل على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن يأتي هذا بينما رحب السودان بقرار البرلمان الألماني بتوسيع واستئناف العلاقات الاقتصادية والتنموية مع الخرطوم بعد انقطاع عندام ثلاثة عقود وأشرت الحكومة الانتقالية إلى تطلعها للعمل مع الحكومة الألمانية على ترقية التعاون التنموي والشراكة الاقتصادية في عدة مجالات أبرزها الطاقة والتعديل والبناء التحتية أعلنت البحرية الأمريكية توقيف سفينة بها 150 صاروخا مضادا للدبابات في بحر العرب يوم الأحد الماضي وأكد بيان للقيادة المركزية الأمريكية أن مكونات الأسلحة المصادرة من تصميم وتصنيع إيراني وتضم ثلاثة صواريخ إيرانية سطح جو وأوضحت أن الأسلحة الإيرانية التي تمت مصادرتها في بحر العرب كانت في طريقها إلى قوات الحوثي في اليمن قالت لجنة الصحة في إقليم هوبي صيني إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد ارتفع بواقع 116 حالة يوم الخميس ليصل إجمالي الوفيات إلى 1483 شخصا هذا وأكدت اللجنة اكتشاف 4088 و23 إصابة جديدة في هوبي مركز التفشي ليرتفع إجمالي عدد المصابين في الإقليم إلى 51 986 حالة ترجمة نانسي قنقر إلى هنا ينتهي موجز الأخبار لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري شكرا لكم على حسن المتابعة ترجمة نانسي قنقر